معطيات الأمم المتحدة للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعني نمكن أن نقول أنه موقف مشرف للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري بصفة عامة أو خاصة كما معروف أن الجزائر بمواقفها الرجلية وشهامتها هي يعني وقفة بكل قواها سواء عسكرية أو سياسية مع قضية التحرر لأن الجزائر قد واجهت مجموعة من الأمورات المشابهة مثلا الاستعمال الفرنسي الذي دام أكثر من 130 سنة يمكن أن نقول أن الجزائر بموقفها هذا تعبر عن استيائها من مواقف الدول الأخرى التي ظلت صامتة إتجاه سواء إتجاه قضية إتجاه القضية الفلسطينية أو إتجاه قضية الصحراء الغربية التي هي جارتنا بطبيعة الحال قضية الفلسطينية هي قضيتنا قضية كل الدول العربية وكل الدول التي لها إتجاه إسلامي المسجد الأقصى مسجدنا وفلسطين فلسطيننا وراء صمت كل الدول العربية نرى أن عبد المجيد تبون قد تكلم بكل شهامة وبلا خوف وبلا تردد عن القضية الفلسطينية وعن الصحراء الغربية وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على مواقفنا الرجلية وشهامة الدولة الجزائرية تجاه قضية حرر العرب في الجزائر